عاصفة ثلجية يشهدها لبنان قد تعيد انعاش موسم السياحة الشتوية الذي تأخر شهرا عن موعده المعتاد التفاصيل مع مراسلتنا سلفانا بشير صفوح جبال لبنان ازدانت باللون الابيض بفعل الثلوج في شهر كانون الثاني يناير من هذا العام مشهد جاء متأخرا بعض الشيء ما ادى الى تأخر البدء في موسم التزلج كما هو الحال هنا في منطقة فارية في جبال لبنان كتر خير الله رجع عطينا هالهدية هلأ بهالوقت لان كمان لبنان بلى تلج بالشتة شغلة كتير صعب علينا هيدا اول نهار منطلع وتشجعنا كتير يعني حتى بالرغم من هالعاصفة ايه سنة كتير تأخر التلج وكنا ناطرينه بفرغ الصبر تأخر تساقط الثلوج كان اثر قلق اصحاب المنتجعات السياحية بسبب ضعف الاقبال على ارتياد مناطق التزلج لكن العواصفة الثلجية التي اشتاحت لبنان كانت كفيلة بتبديد هذا القلق اذ سرعان ما عادت الحيوية الى تلك المناطق في اكبال كتير منيعة على التزلج تلج موجود على كل البيستات ونحن جهزين يعني وما تأثرنا بهالشي اللي صار وهي عادة بتصير يعني كل 15 او 20 سنة بيجي هايك وقت بس ما بيتأخر هالأد ولكن نحن من جراء بنعود ويعول لبنان على السياحة الشتوية كأحد عوامل الجذب السياحي خاصة للوافدين اليه من دول الخليج وعدد من الدول العربية والاجنبية ووصل عدد السياح عام 2009 الى مليون وتسعمائة الف سائح وهناك خطط للحكومة اللبنانية لرفع عدد السياح هذا العام الى ما يعادل مليونين واربعمائة الف سائح التحدي لهالوزارة اليوم هو سياحة 365 نهار وكل المناطق اللبنانية لا يكون في عندنا كمان السياحة مش بس لصاحبين الدخل المرتفع جدا ولكن السياحة لاصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود كمان موجودة باللبنان وتشمل خطط الجذب السياحي ايضا سياحة من اصل لبناني والمنتشرين في معظم دول العالم والمقدر عددهم ب15 مليون نسمة صحيح ان عدد الثلوج انعشت الامالة بموسم سياحي واعد لكن الصحيح ايضا ان كثيرا من اللبنانيين قرأوا فيها رسالة تبشرهم بان مسيرة الانتعاش الاقتصادي ماضية الى الامام تتوجها قمم الجبال بلونها الابيض الناصع سلفانا بشير بي بي سي فريا جبل لبنان